السلام عليكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في قناة مجيد فراقرانس لمراجعة وتقييم العطور ومرحبا بكم أيضا في الحلقة الخامسة من أقوى وأجمل عطور دار لطفة للناس التي لم تشاهد الحلقات السابقة الأربع حلقات رح نخلي لكم رابط هذه الحلقات في صندوق الوصف أيضا للناس التي تحب تعرف أكثر حول العطور العربية والعطور الخالجية رح نخلي لكم أيضا بعض الروابط في صندوق الوصف ولمزيد من تفاصيل يمكنكم تفقد البلايليست الموجودة في فيديوهاتي تحت عنوان أقوى البداء بأسعار زهيدة وأيضا العطور العربية والخالجية إذن بدون إطالة أحبائي إذا لم تشتركوا بعد اشتركوا وفعلوا جرس لكي يسلككم دائما الجديد ابقوا معنا مرحبا بكم مجددا شركة لطافة هذه الشركة الإماراتية الرائدة في صناعة العطور هذه الشركة بالتحديد الآن لديها الكثير من الفروع وأيضا نجحت وغزت دولة أربية وهذا بسبب عطورها الجميلة وأغلب عطورها عطور نقية وبأرخص الأثمنة إذن شركة لطافة تنتمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولديها الكثير من الإصدارات مثل بديع العود أيضا إصدار قائد إصدار أوبلينت كولكشن برايت أوف لطافة اليوم اخترت لكم في هذه الحلقة الخامسة مزيج من عطور من مختلف العائلات العطرية راح تنال إعجابكم أول عطر راح نبدأ به في هذه المجموعة هو عطر 24 قيرات الذهب النقي هذا العطر أصدر من دار لطافة وينتمي إلى الخط العطري العنبري الفانيلي العطر هذا موجه لكذا الجنسين ويستحسن اشتعماله في أجواء الليل من فصل الربيع والخريفة والشتاء من بين نوطات الجميلة في هذا العطر هو نوطات التوابل الممزوجة بطريقة رائعة جدا مع الجلود والبخور بحيث هنا راح تشم رائحة الزفران رائحة الورد رائحة الأقار وود والجلود والبخور والفانيليا الكل ممزوج بطريقة رائعة جدا من بين شغلات القوية أيضا في هذا العطر أنه ثابت وفواح والرائحة تدرج من رائحة تابلية جلدية إلى رائحة بودرية زهرية 24 قيرات الذهب النقي أيضا عندنا عطر الفرسان هذا العطر الجميل الموجه للجنسين أيضا عطر ينتمي إلى العطور العمبرية الفانيليا أيضا هذا العطر يبدأ أكثر في فصول الربيع والخريفة والشتاء الرائحة تناسب سواء فترة النهار أو فترة الليل عطر الفرسان من بين العطور الجميلة التي مزجت بين النوطات التابلية والنوطات الحلوة فيه يوجد العسل فيه يوجد الفلفل الوردي فيه الهيل معطي جاذبية للعطر أيضا فيه النعناع الذي يلعب دور رئيسي في قلبه يحتوي في قعلة هذا العطر على الشوكولاتة الداكنة مع الفانيليا حقيقة العطر جميل يمكنكم استخدامه في الحفلات وما إلى ذلك عطر مبدع يتدرج من رائحة حلوة تابلية خشبية إلى رائحة تابلية منعشة وأيضا أمبرية الفرسان من لطفة عطر جاست اود بولفار من دار لطفة الذي ينتمي للخط العطري العنبري الخشبي موجه أيضا لكل الجنسين صدر هذا العطر الجميل في سنة 2014 وأيضا يبدع أكثر في فصول الخريف والربيع والشتاء هذا العطر أيضا يحتوي على التوابل فيه بعض الأزهار أزهار الوادي فيه الجلود فيه البيسك الباتشولي فيه الأخشاب الفانيليا حقيقة عطر موجه للناس لتعشق أكثر عطر العود هذا هو عطركم الذي يمجز بين العود والتوابل الحارة وأيضا العود ويتدرج بنوطات جلدية مخفية في خلف هذا العطر إلى أن يستقر على النوطات الترابية وناعمة عطر جاست اود بولفار من دار لطفة لمحبي النوطات الفاكهية والعطور الفاكهية اخترت لكم عطر خلطات العربية هذا العطر قوة أدائه وأيضا نقاط قوة أنه عطر يليق لجميع الفصول وجميع المشاوير ويحتوي على افتتاحها رائعة من الفواكه التي تمزج بالخلط من الفواكه مع التفاح الأخضر فيه أيضا التوابل فيها القرفة فيها قاعدة تكون من الأخشاب المسك العنبر عطر جميل عطر فاكهي بامتياز رح يتدرج معك بنوطات تابلية حارة وتابلية منعشة إلى أن يستقر على قاعدة فرش خشبية وأيضا بودرية عطر خلطات العربية روية البلند أيضا من بين العطور الشبهة بعطر النشا الشهير عطر الكريت أفنتوس عطر الدور المكنون سيلفر من دار لطفة هذا العطر الذي ينتمي إلى فئة العطور الفاكهية أيضا الممزوجة مع اللذر أو الجلود عطر يصلح لجميع الفصول إلا أن قوته تكمن في فصل الصيف والربيع والخريفة يمكن لكم استعمال هذا العطر في فصل أو في فترة النهار أو فترة الليل افتتاحية رائعة من الأناناس والليمون مع التفاح أيضا يذكرون هذا الأناناس باستحية الكريت أفنتوس عطر النش الشهير فيه أيضا في قلب هذا العطر الأخشاب الباتولة أيضا لح تعطيك إحاءات عطر كريت أفنتوس ممزوجة بطريقة رائعة مع اليسامين والباتشولي وقاعدته فيها يوجد الجنود مع الميسك وتحلب السنديانة والعنبرة عطر الدور المكنون سيلفر ننصحكم به لمحبي العطر الفاكهية وبأخص عطر كريت أفنتوس أودمود من لطافة هذا العطر موجه للجنسين يصلح أيضا في فصل الخريف والشتاء ويليق أكثر لأجواء الليل من أجواء النهار افتتاحية تابلية بامتياز ممزوجة مع الورود وهنا جمالية العطر ولما يهدأ العطر تبزغ تلك الرائحة الكورمونت لما يحتويه من كراميل مع نوطات زهرية قاعدة العطر تتكون من العنبر مع الأخشاب والمسك والبخورة عطر راقي رائع يصلح أكثر للمناسبات والأجواء الدينية عطر عمبري خشبي راح يترجم معك بروائح الكراميل والروائح البلسمية إلى أن يستقر على النوطات دخانية عطر أودمود من دار لطافة هذا العطر ينتمي إلى فئة العطر العمبري الموجهة للنساء صدر في سنة 2019 ويعتبر من بين العطور الجميلة أيضا في هذه الدارة نقاط قوت أن عطر ثابت وفواح ويليق أيضا لجميع الفصول عطر خشبي بامتياز بحيث في الافتتاح تظهر رائحة المسك مع الليمون والزعفران يفتحها رائعة هادئة ويترج بروائحة الأزهار البيضاء مع اليسمين إلى أن يستقر في الأخية على نوطات الخشبية والعنبرية وأيضا المسكية عطر راقي رائع عنبري خشبي مسكي تظهر رائحة الأزهار البيضاء لما يجف العطر وأيضا تظهر تلك النوطات البودرية الناعمة ننصحكم بهذا العطر للنساء اللي تحب العطور الهادئة والعطور الجميلة هذا هو عطركم أوبلينت ماسك من دار لطافة نختمها بعطر بديع العود أميثست هذا العطر الذي صدر من دار لطافة يليق أكثر لفترة الليل من فصل الربيع والخيف والشتاء العطر هذا موجه خصيصا لفئة الرجال والنساء التي تعشق العطور العنبرية الفانيلية وبالأخص العطور التي مزجت بطريقة رائعة بين الورد والعود والعنبرة هذا العطر يعتبر قمبلة ورد جميل جدا وأيضا تطغى رائحة الورد لما يستقر العطر أكثر وتجف الافتتاحية مزيج رائع من العود والفانيليا والتوابل الدافئة ويستقر في الأخير على نطات بودرية بديع العود أميثست من دار لطافة شكرا لكم مشاهدنا الكرامة لعسن الإسرائي والمتابعة اليوم قدمنا لكم الحلقة الخامسة من أجمل وأقوى عطور دار لطافة للنسل التي لم تشاهد الحلقات السابقة راح نخذ لكم روابط الأربع حلقات السابقة في صندوق الوصفة يمكن لكم مشاهدتها لكي تستفيدوا أكثر إذا أنتم مهتمين أكثر بالعطور العربية والعطور الخالجية أيضا تفقدوا فيديوهاتي راح تجدون البلايليست واحدة لأجمل عطور العربية والخالجية وأيضا أخرى تهتم بالعطور الزهيدة في الثمن والقوية في الأداء شكرا لكم ونلتقي إن شاء الله في فيديو آخر سلام